السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وصباح الخير لكم جميعا بعد الزلزال البارحة الجديد في نفس المنطقة على الحدود السورية التركية تحديدا في منطقة أنطاكيا تأثرت مرة أخرى جنوب تركيا وشمال غرب سوريا بهذا الزلزال بشكل خاص وزيرة الخارجية الألمانية سيدة أنالينا باباك والسيدة نانسي فيزا وزيرة الداخلية الألمانية توجهوا اليوم إلى المنطقة تحديدا إلى منطقة أنطاكيا من الأشياء الموجودة على جدوى الأعمال هذه الزيارة اليوم هو الالتقاء بالمنظمات الإغاثة أو الإنسانية العاملة على الأرض وأيضا اللقاء بشكل خاص مع منظمات الغير حكومية التي تعمل في سوريا وفي تركيا ألمانيا أرسلت مساعدات إلى المنطقة المنكوبة في الأسبوعين الماضيين بعد الزلزال الأول وتم أرسال حوالي 340 طون من مواد الإغاثة اليوم أيضا طائرات الجيش الألماني قامت بنقل معدات جديدة أو مساعدات جديدة إلى المنطقة تحديدا 13 طون الأشياء الرسيلة تم إرسالها 100 خيمة إضافية 400 سرير ميداني وألف شلافزك أيضا الأغطية التي يمكن إغلاقها بالسحاب هذه المساعدات تم إرسالها اليوم أيضا ونقلها الجيش الألماني إلى هناك منظمة العالمية الفيلت هونغا هيلف طالبت بشكل خاص الاهتمام بمنطقة شمال غرب سوريا لأن المساعدات الواصلة إلى هناك قليلة لحد الآن وأنه يجب التركيز على هذه المنطقة أيضا تم الحديث الآن عن زيارة لوزيرة الخارجية لمراكز منح الفياز نعلم أن ألمانيا قامت بتخفيف بعض الشروط بالنسبة لمواطنين الأتراك بشكل خاص لمنح زيارة مدتها 90 يوم إلى ألمانيا فعدد الفياز التي تم إصدارها لحد الآن أو التصريحات التي تم إصدارها لحد الآن هو يعني في عدد مؤلف من رقمين يعني تقريبا تحت منطقة 99 موافقة وأن عدد الفياز التي صدرت لحد الآن حتى بعد ظهر يوم الجمعة كان 20 فيزا سفر إلى ألمانيا طبعا بالشروط المخاففة التي تم الإعلان عنها فلكل أحباء اللي بتابعونا كمان اللي عنده تجربة إيجابية سواء بإرسال دعوة للزيارة إلى ألمانيا أو فيما يتعلق بتخفيف شروط الأخرى أخرى لنا في لم الشمل وتقديم المواعيد يريد أن قلنا تجربته كمان على الصفحة والقناة بشان يستفيدوا بقية الناس ننتقل إلى الموضوع التالي رئيس وزراء مقاطعة نوت غين فيستفالن سيد هندريك فيوس من حزب الـ CDO أدل بتصريح صحفي لصحيفة الغين شبهوس قال فيها أو كان واقعيا إلى حد بعيد في تصريحه وقال لنا كل صريحين فإن معظم الناس لازين يأتون إلى ألمانيا اللاجئين سيبقون لمدة طويلة أو سيبقون للأبد هنا ولذلك يجب أن نوفر لهم عدة أمور منها السكن والمأوى ورياض الأطفال والمدارس والاندماج وهذا يحتاج إلى تكلفة نعلم أنه قبل فترة كان هناك قمة للاجئين مع وزيرة الداخلية المانية سيد الناس فيزا البلدية والمقاطعات طالبت بمساعدات أكبر من الحكومة المركزية والآن رئيس مزراء المقاطعة اعتبر أن عدد اللاجئين الواصلين الآن إلى ألمانيا أعلى من عام 2016 ومع ذلك الحكومة المركزية تساعد الآن بنسبة 20% فقط مقارنة مع 40% في ذلك الوقت وأن هذا يجب أن يتغير وطالب بقمة أقوى وأكبر مع المستشار الألماني أولاف شولتس شخصيا في الموضوع التالي في إطار الإضرابات الواسعة لمنشهده في القطاع العام بكل مجالاته في الفترة الماضية سواء في الإدارات في المشافي في رياض الأطفال أيضا اليوم إضرابات واسعة في شمال شرق ألمانيا في تحديد المقاطعات مكلنبوك فوبامان فتأثرت هناك عمل الإدارات بشكل كبير وأيضا رياض الأطفال وتظاهر عدد كبير من الناس طبعا بدعوة من نقابة العمال فيادي التي تدعو الآن في الفترة الماضية لإضرابات واسعة في القطاع العام لرفع جول العاملين في القطاع العام بنسبة 10.5% أو 500 يورو على الأقل ومن المتوقع أن نشهد أيضا في الوقت القادم إضرابات واسعة لكل مجالات القطاع العام حتى يتم الاستجابة لمطالبهم طبعا منها أيضا وسائل النقل اللي شفنا قبل فترة في مقاطعة نقطعات بسفل تحديدا كان في شلل في حركة المواصلات فالإضرابات مستمرة في ألمانيا للقطاع العام في الموضوع التالي إحصائيات وأرقام هم لناخد فكرة عن اللغة التي يتم التحدث بها في ألمانيا بمناسبة اليوم العالمي للغة الأم المكتب الاتحادي للإحصاد أعلن عن الأرقام في ألمانيا ناخد فكرة عنها 80% من الناس في ألمانيا يتحدثون بشكل رئيسي اللغة الألمانية في منازلهم في بيوتهم 15% من الناس يتحدثون بجانب اللغة الألمانية لغة أخرى يعني طبعا نعرف في ألمانيا العديد من المهاجرين أو الناس من أصل مهاجر وبالتالي 15% يتحدثون بجانب اللغة الألمانية لغة أخرى أو عدة لغات أخرى و 5% فقط يتحدثون لغة أخرى غير الألمانية أو لغات أخرى غير الألمانية الآن سنركز في الإحصائية على الأشخاص الذين يتحدثون عدة لغات في البيت فإن نسبة السلس منهم يتحدث بشكل رئيسي اللغة الألمانية ولغات أخرى بجانب اللغة الألمانية ونسبة السلسين يتحدثون بشكل رئيسي بلغات أخرى غير الألمانية طبعا في البيت طبعا قلنا بالمجمل 5% من الناس لا يتحدثون اللغة الألمانية في بيتهم طب ما هي اللغات الأخرى التي يتم التحدث بها إلى جانب اللغة الألمانية بشكل رئيسي بنسبة 15% هي اللغة التركية وفي المركز الثاني اللغة الروسية بنسبة 13% في المركز الثالث اللغة العربية بنسبة 10% في المركز الرابع اللغة البولندية بنسبة 7% وفي المركز الخامس اللغة الإنجليزية بنسبة 6% ننتقل الآن الموضوع التالي فيما يتعلق بالبريد والطروض في ألمانيا الآن شركة البوست الألمانية تخطط لتغيير سرعة وصول الرسائل والطروض في ألمانيا بحيث يتم تقسيمها إلى جزئين أو إلى طبقتين يمكن إرسال الرسائل والطرود بسرعة كبيرة وإلى طبقة ثانية الآن سيتم إيجادها أو خلقها تسمح بإرسال بريد أو الطرود بسرعة أقل على أن تكون طبعا الأسعار مختلفة يعني للطرود ورسائل السريعة أن تكون الأسعار أعلى والرسائل والطرود التي يتم إرسالها بسرعة منخفضة أو أقل من الأولى تكون فيها طبعا الأسعار أقل ولكن هذا سيحتاج بشكل رئيسي إلى تعديل قانون البريد في ألمانيا لأنه ينص بشكل رئيسي هناك عائق على أن 80% من الرسائل يجب أن يتم إيصالها في اليوم التالي إلى أصحابها وبالتالي هذا القانون بحاجة إلى تعديل ولذلك حكومة التحالف في ألمانيا يجب أن تغير القانون الأولا حتى يسمح ذلك أو يمهد الطريق لأن يقوم البريد الألماني بتغيير الآن هذه سرعة وصول الرسائل إلى الناس ما رأيكم بهذه الخطوة هل هذا شيء إيجابي أم لا أن يكون هناك يعني الآن يصبح نوعين درجة أولى ودرجة ثانية من إرسال الرسائل والطرود في ألمانيا نتقل إلى الموضوع التالي البارحة كان يوم الأسنين غوزن مونتاك وهو عيد هام في الكارنفال يتم الاحتفال به في ألمانيا بشكل خاص في مناطق الراين من ماينس إلى بون كولن ديسلدوف كل هذه المناطق بمناسبة طبعا في عن مونتاك غوزن مونتاك يعني عن الأم تسويجة بيمشوا العربات في المدن بشكل واسع وبنعرف أنه كمان بيتم رمي الحلوة أيضا على الناس والبومبونات وهالأشياء طبعا بيتجمعوا عدد كبير من الناس وبيحتفلوا في ألمانيا بناسبة هذا العيد وأدى الآن هذا التجمع الكبير يعني الآن بعض الحوادث طبعا الشرطة دائما تكون منتشرة لحماية الناس بهذه التجمعات الكبيرة في مدينة فلدا تحديدا الآن مرة أخرى تم استخدام الطعن بين عدة أشخاص في حادثتين منفصيلتين في الأولى تم طعن شخصين وفي حادثة أخرى شخصين على ما يبدو قاموا بطعن بعضهم فهذه الظاهرة ما تزال مستمرة ونسمع عنها الآن بشكل متكرر في ألمانيا ظاهرة استخدام السكين والطعن عند وجود شجار أو أحيان حتى بدون أسباب واضحة كما شاهدنا يعني في عدة مناسبات وهيك بكوننا عملنا جولة واسعة لهم المعلومات من ألمانيا تحياتي لكم جميعا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر